اشتركوا في القناة المسيرة اللي منعات الان واللي تعود الى مقفة احتجاجية وذلك اللي تنديد بهذا الغلاء الفاحش اللي كتعرف بلادنا واللي كتعرف منذ مدة هذه حيث ان بان الجميع ان اللوبيات الاحتكارية والرعية اللي هم اصبحت متحكمة في القرار الاقتصادي بلادنا وفي قرارات اخرى وهذا بطبيعة الحال يؤدي الى ان المغربة والشعر المغربية في صفحة عامة يعيش اسوأ يامه فيما يخص حياته الامية وقوته اليومي وقدرة تشجيل ايه ديال شرائح متعددة ضربة بشكل كبير والغريب في الامر هو ان الحكومة والدولة ما عندها احتشي تصور ما عندها ما دارت احتشي حاجة ليوحف هاد العمليات ديال في الواقع ديال ضرب الجيب ديال المغربة والاغتناء لمشروع ديال البعض ديال الشرائح وافراد اللي يومك يغساديوا على دهار المغربة وبطبيعة الحالة دم يمكلوش يدوز ديال القيوات ديال التقدم والقيوات ديال التحرور والقيوات الديمقراطية والمناضي لنقابات واحزاب يكون عندها رد فعل ورد فعل دياله هو رد فعل النضالي احتجاج سلمي لكن بالاضافة لعدم وجود تصور كنا لاحظوا على ان الجواب الوحيد ديال الحكومة هي القمع وهي البنع ودبطة في التحرم ممكن ان يؤدي بالمغرب الى ما لا يحمد عبرها معاك من الاسف وهذه الحكومة اللي كانت الشعار دياله هي بناء الدولة الاجتماعية بل لنا العكس انها كتهدم للدولة الاجتماعية مشي كتبنيها من خلال الازمات اللي كيعيشها المواطن الازمة السياسية والازمة الاقتصادية والازمة الاجتماعية كنشوفو احنا المواطنين ما عنده لسا كان لائق ما كينت تعليم كيعاني من اختلالات بنيةوية الصحة مهترئة مستشفيات باقي ما ما تصلحوش الادوية غالية الحباية الاجتماعية اللي سوفرها للمواطنين فين غادي يمشي المستشفيات باقي كتعاني من قلة الاليات ومن قلة الاليات اللي غتعاون المواطنين للاستشفاء كذلك هاد الحكومة هدي اللي غلات هاد المواد الضرورية والاساسية من اللحوم وبيض فهذا الشهر القريب شهر رمضان كيفاش غتكون مائدة الفقير كيفاش غتكون كيفاش هاد رئيس الحكومة غادي يفطر وغادي يشوف المائدة دياله عامرة والفقير ما وصلش تل الحريرة اللي كنك نقول احنا غايفطر بالحريرة فين هي الحريرة فين هي المواد الأخرى كذلك هاد الحكومة ما جاش باقي عدنا لوب الفساد باقي تزوير باقي الغش يعني شنو الجديد اللي جات به هاد الحكومة وزادت دارت الهوى بين طبقة الاجتباعية يعني كينا الطبقة الغنية وكينا الطبقة الفقيرة وياه هذا اللوب الفساد انحنا تباع حنايا المخزن كي يعرفك لا تغديتي كي عرفك باش تغديتي كيفاش هاد الناس اللي كانوا داروا هاد المخزون هذا ما شفوش المخزن يعني اللوب الفساد عنده الحرية كي يفعل كيبغا يعني الحكومة باقي ما عنداش واحد رؤية استراتيجية لتصلح هاد الواطن هذا المواطن كي يغوط المواطن اللي شهد احتقانات زادت بزاف لأنه صافي مقاش لماذا سأعطيها؟ الفاقر عنده جوج وليدات ولم يستطيع عيشهم نحن في التعليم وعندنا تجربة في التعليم نرى المواطن تقهر تقهر لا يستطيع عيش هذه الوليدات ولو عنده جوج وليدات